حرصا منه على متانة العلاقات بين الشات والكاميرون بعث رئيس الفترة الانتقالية رئيس الجمهورية الفريق أول محمد إدريس دبيتنو برسالة إلى نظيره الكاميروني بول بيا مفادها تعزيز العلاقات الثنائية والحفاظ على التعاون القائم بين البلدين جاء ذلك عقب الأزمة التي شابت العلاقات بين ياوند وأنجمينة خلال الأيام الماضية على خلفية ما سببته شركة سافنة البترولية وقد حمل رسالة رئيس الجمهورية وفد وزاري رفيع المستوى يترأسه وزير الدولة الأمين العام برئاسة الجمهورية غالينغاتا جوتي ووزير المالية والميزانية طاهر حامد انجلي ووزير البترول والطاقة جلسيم ليبو ماجيل ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالبترول وبعد مدولات استمرت ساعة بين الوفد الشادي والرئيس الكاميروني بولبيا شكر رئيس الوفد الشادي غالينغاتا جوتي الرئيس الكاميروني على تعاونه المتواصل ودعم شات فيما يتعلق باستغلال النفط وأشار أن العلاقات بين البلدين ماضية على ما كانت عليه في السابق وأضاف غالينغاتا جوتي بأن الرئيس الكاميروني قد جدد دعمه لشات وأن العلاقات ستستمر من أجل مصلحة الشعبين الشقيقين البعثة الشادية إلى يووندي تمثل رغبة الحكومة الشادية والكاميرونية في احتواء الأزمة والبحث عن حلول جزرية تراعي مصلحة الطرفين الشادي والكاميروني شكرا للمشاهدين اشتركوا في القناة